موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم في قناة Medical Students ان شاء الله اليوم رح ناخذ محاضرة من ضمن سيستم الكارديوفاسكولر سيستم فارماكولوجي رح ناخذ محاضرة بعنوان الكاردياك ارثمية الكاردياك ارثمية معناتها انه الادوية اللي رح نستخدمها في علاج عدم انتظام ضربات القلب الكاردياك ارثمية معناتها عدم انتظام ضربات القلب فرح ناخذ الدراجز اللي تستخدم بالكاردياك ارثمية قبل ما ناخذه الدراجز رح نحشفت شنو هي الكاردياك ارثمية شلون ده تصير هاي الكاردياك ارثمية فيسيولوجي شوية بعدين ندخل على الدراجز حتى إذا ما نفهم الفيسيولوجي ما راح نقدر نفهم لدراكس فمهم بالبداية نفهم الفيسيولوجي أوف كاردياك أرذمية بعدين ننتقل لدراكس بداية هذا السلايد حاشي لإنترودكشن شنو هي الكاردياك أرذمية احنا نعرف أنه النبض الطبيعي للقلب بالنبض الطبيعي للقلب بالنبض الطبيعي للقلب يكون من 60 إلى 100 بيت بير منت من 60 إلى 100 تمام؟ أي زيادة فوق المية أو أي نقصان تحت ال60 هذا يعتبر أرذمية تمام؟ سمونا إذا فوق المية تاكيكارديا إذا تحت المية إذا تحت ال60 برديكارديا فإذن أي خلل أو أي خربط بهذا الهارد رايت هاي نسميها أرذمية زين خليني يجي نشوف إيش كاتب إنا كاتب إنه الأرذمية means no rhythm whereas dysrhythmia means abnormal heart rhythm In practice both terms are used interchangibly to mean an abnormal or irregular heart beat شنو معناتها؟ معناتها يقول إنه الأرذمية معناتها الحرفي إنه no rhythm ماكو نبض هذا المعنى الحرفي بالمصطلحات أرذمية no rhythm والdysrhythmية معناتها abnormal heart rhythm يعني النبض غير منتظم الدysrhythmية والأرذمية ماكو نبض زين بالpractice بالممارسة إحنا نستخدم الثنية ناتهم الأرذمية والdysrhythmية ثنية ناتهم نستخدمهم حتى نوصف إنه أكو abnormal or irregular heart beat فإذن إذا أكو خربطة أو عدم انتظام ضربات القلب هاي نسميها أرذمية أو dysrhythmية نفس الشيء تمام؟ تمام الأدق هي dysrhythmية زين إيش داي يقول وراها؟ داي يقول وراها الكارديك أرذمية are a frequent problem in clinical practice occurring in up to 25 of patients treated with digitalis 50% of anesthesiide patients and over 80% of patients with acute myocardial infarction شنو معنى هاي النقطة الثالثة؟ داي يقول إنه هاي عدم انتظام ضربات القلب هاي فد مشكلة شائعة فد مشكلة دائمة تتكرر تصير بالناس اللي ياخذون digitalis digitalis هذا فد علاج احنا أخذناه طبعا هو من علاجات الهارد فيلر تمام؟ واحد من علاجات الهارد فيلر هو الديجيتالس واحدة من السايد افكت مالة الديجيتالس هو يسوي أرذمية فهو يقول 25% من البيشنط اللي ياخذون ديجيتالس حيصير عدهم أرذمية زين كسايد افكت و50% من الانستيذائز بيشنط اللي هم ما يدخلون عمليات operations وهالي السوالف أيضا حيصير عدهم أرذمية تمام؟ و80% من الاشخاص اللي عدهم أكيوت أم آي تمام؟ أيضا عدهم أرذمية فالأرذمية عدم انتظام ضربات القلب هي مشكلة شائعة لازم نعالجها ولهذا دا ندرس الأدوية اللي تخص الكارديك أرذمية زين وهنا بالنقطة الأخيرة هو قايا الأرذمية ما يريكواير تريتمنت ليش لأنه النبض رح يكون يا أما سريع يا أما بطيء يا أما غير متزامن فلذلك تحتاج لها علاج طبعا هذا السلايد ما يجي من عنده ولا سؤال ولا حرف مجرد introduction حتى نعرف شنو هي الكارديك أرذمية ملخص لهذا السلايد عرفنا أنه الأرذمية معناته ما كون أبض no rhythm والdisarrhythmية معناته abnormal heart rhythm هذا بالمعنى الحارفي أما المصطلحين الأرذمية والdisarrhythmية فنناتهم نستخدمهم لوصف الabnormal or irregular heart beat تمام زين الكارديك أرذميك إنه يفيد مشكلة شائعة أو تصير ب25% بالناس اللي يتعالجون بالdigitalis اللي هو واحد من الheart failure drugs أو تصير ب50% من الanesthetized patients بالعمليات وهي السوالف و80% من الأشخاص اللي عندهم acute am I تمام تمام ولازم نعالجها زين هذا السلايد الثاني يوضح للفيسيولوجي مع الaction potential of cardiac muscle تذكرون بالمرحلة الثانية بالفيسيولوجي أخذنا هذا الaction potential وهذا أيضا الconduction system هاي السلايد هي بمثابة إنه إذا فهمناها رح نفهم الأدوية شلون تشتغل فهذا السلايد خصوصا إذا فتهمناه رح نعرف شلون نعالج الكارديك أرذمية بداية هذا المفروض كلنا نعرفه بس رح عيدة يعني حتى اللي يعرفه والما يعرفه رح عيدة على السريع الaction potential اللي هو بخمس مراحل مالكارديك مصل بخمس مراحل phase zero تمام اللي هي هاي الصعود يسمونا phase zero هذا النزول اللي شويه هذا يسمونا phase one هذا المرحلة العدلة هاي يسموها phase two تمام هاي النازلة phase three وهاي العدلة منها هاي phase four تمام كل وحدة إليها اسم phase one اللي هو phase zero sorry phase zero اللي هو هذا الصعود يسمونا depolarization تمام وهذا depolarization ناتج من دخول الصوديوم تمام ناتج من دخول الصوديوم فهذا depolarization phase zero زين phase one اللي هو هذا يسمونا repolarization كل نزول يعني repolarization فهذا النزول يسمونا repolarization phase one وهذا phase three همات repolarization تمام بيناتهم repolarization زين شنو الفرق بيناتهم هذا يسمونا early repolarization هذا phase one وهذا يسمونا late أو delay repolarization يعني repolarization المتأخر وهذا repolarization اللي يصير بالبداية زين هذا repolarization شنو سببه سبب خروج البوتاسيوم فهذا عرفت انه depolarization phase zero سبب دخول الصوديوم زين repolarization اللي هو phase one و phase three هذا سببه شنو سببه خروج البوتاسيوم تمام سببه خروج البوتاسيوم زين اقو فيس بين phase one و phase three سميها phase two اللي هي بلا تو اسمه بلا تو هو من تو يعني بلا تو دكتور ناجي بلا تو تو phase two اللي هو البلا تو زين الفيس تو شي يصير بي ليش هو متعادل ليش يعني ما اقو لا صعود ولا نزول بهذا الفيس السبب انه هنا بهذا الفيس اللي بلا تو البوتاسيوم هيبقى يطلع هو مو هنا بالفيس وان دايطلع بوتاسيوم تمام دايطلع بوتاسيوم بالربolarization دايطلع البوتاسيوم هنا البوتاسيوم راح يبقى يطلع بس مقابل مدى يطلع البوتاسيوم راح يصير تبادل ويا حيدخل الكاليسيوم وكاتبنا كاليسيوم in flux يعني حيدخل الكاليسيوم يعني هنا هاي مرحلة متعادلة ايش قد مدى يطلع بوتاسيوم ايش قد مدى يدخل كاليسيوم فتبقى مرحلة متعادلة سموها البلاد 2 فيس اللي هي فيس 2 تمام والفيس 4 اللي هي ريستينج بوتينشيال اللي هي الفيس 4 يعني مرحلة انه يصير بيها الكاردياك نصر بمرحلة راحة تمام ما يصير بيها اي اكشن بوتينشيال اللي هي فيس 4 سموها ريستينج بوتينشيال زين عرفنا الاربعة عسري عراها عيدهم فيس 0 اللي هي الدي بولاريزيشن سببها دخول الصوديوم فيس 1 اللي هي الارلي ري بولاريزيشن سببها خروج البوتاسيوم فيس 2 اللي هي البلاد 2 تمام فيس 2 بلاد 2 سببها انه هي حتبقى متعادلة سببها خروج البوتاسيوم ودخول الكاليسيوم بنفس الوقت زين فيس 3 اللي هي الليت ري بولاريزايشن سببها خروج البوتاسيوم وفيس 4 اللي هي الريستينج بوتينشيال الخليه هنا بحالة راحة زين احنا هي هاية الاكشن بوتينشيال هو هذا اللي يسوي الرذم هو هذا اللي يسوي الكونتراكشن مع الهارت تمام فاحنا اذا مثلا صار عندي اريذمية تمام اذا صار عندي زيادة بنبضات القلب شرح اسوي يعني كعلاج انتم هسه مثلا فهمتوا هاي اذا اريد اعالج مثلا التكيكاردية او اريد اعالج مثلا سوبرافينتريكلار تكيكاردي اي انواع من الارذمية الارذمية بيها انواع اي نوع من الارذمية اريد اعالجه شوان اعالجه راح اجي اوقف وحدة من ذن المراحل يعني شلون مثلا اهنا بهذا بالفيس زيرو اللي هو الديبلارزيش كان يصير كان يدخل الصوديوم فانطيدو ويسوي صوديوم channel blocker يسد قنوات الصوديوم فراح اعالج هاي المشكلة او انطيدو ويشتغل على قنوات البوتاسيوم اللي هو يسمونه بوتاسيوم channel blocker تمام او انطيدو ويشتغل على قنوات الكاليسيوم يسمونه بوتاسيوم channel blocker فهيسا صار عندي ثلاث مجاميع او ثلاث عوائل من العلاجات اللي هي صوديوم channel blocker بوتاسيوم channel blocker يسدلي الريبولاريزيشن والكاليسيوم تشانل بلوكر اللي هي هنا سدلي لبلاتو فافتهمنا الميكانيزم ما الارثمية شون تشتغل هذان يتلف مجامع بالارثمية عندنا أربع عوائل من الأدوية العائلة الرابعة اللي هي تتحكم بذولة كليتهم اللي هو من يتحكم بالهارت أصلا السيمباثاتيك سيستم تمام السيمباثاتيك سيستم هو اللي يتحكم بالهارت فالسيمباثاتيك لازم أنطي شنو أنطي بيتا بلوكر حتى أقلل التكيكارديا فإذن العائلة الرابعة اللي هي البيتا بلوكر اللي هي تتحكم بهم كليتهم اللي هو الأوتونوميك نيرفاس سيستم تمام تمام فإذن هاي افتهمناها الأكشن بوتينشيال وعرفنا من خلال الأكشن بوتينشيال رح ناخذ بعلاج الأرثمية أربع عوائل من الأدوية اللي هي صوديوم شانل بلوكر اللي تشتغل هنا على الديبولاريزيشن على الفيس سيرو تمام البوتاسيوم شانل بلوكر اللي تشتغل على الفيس 1 وعلى الفيس 3 على الريبولاريزيشن تمام والكالسيوم شانل بلوكر اللي تشتغل على الفيس 2 على البلا 2 فيس وعدنا اللي تتحكم بهم كليتهم تزيدهم أو تنقصهم اللي هو الأوتونوميك نمطي بيتا بلوكر تمام فصار عندي أربع مجامع من العلاج رح أخذهم زين زين هو الهارت ريت شلون داي يصير يعني شلون القلب بدأ ينبض القلب عنده فد مولد هسه كلنا احنا عدنا يعني ساحبين من مولدات وتجينا كهرباء الهارت هو نفسه عنده كهرباء خاصة بيه هو عده مولد يولد الكهرباء الخاصة بيه اللي هي الأس اي نود ساينو أتريانا نود هاي هي تولد الكهرباء للقلب على ما يصير كونتراكشن والريلاكسيشن تمام فالأس اي نود هتوزع الكهرباء بالبداية للأتريا تمام بعدين توصل للأي في نود تمام وراها من الأي في نود تتوزع بعدين بركنجي فايبرس تمام بعدين سوري ريت وليفت بوندل برانش بعدين بركنجي فايبرس اللي هو ذني الخمسة الكاتب لنا ياهن اللي هو الأس اي نود اللي هي البيس ميكر اللي هي مولدة الكهرباء أتريوفنتريكولر نود تمام أتريوفنتريكولر بوندل اللي يسموها البوندل أوف هز والبوندل برانش رايت وليفت بوندل برانش وآخر شي البركنجي فايبرس هاي هي الكوندكتنج سيستم نظام التوصيل مع الكهرباء مع القلب هذا فيسيولوجي ما يهمنا هواية كفارماكولوجي بس في شي كاتبنا يا فهاي عرفناها الكوندكتنج سيستم تمام الميكانزم أوف كارديك أراثمية هنا ميكانزم محاجينة ودوخة وهي كل شي ما يجي منعدها يعني أولها ونهايتها هذا السلايد والسلايد الوراء كل شي ما يجي منعدهم وان اختصارت أصلا بهم هو وقبل ما أختصرهم أريد أوضح لكم هاي الصورة اللي توضح لنا إنه هي شلون ده تصير الأراثمية بداية الأراثمية أكو الأراثمية اللي هي عدم انتظام ضربات القلب زيادة أو نقصان تمام شلون ده تصير سببها شغلتين سببها يا أما خلل بالتوليد يعني احنا مو قلنا خلل بالتوليد هنا أكو خلل بالس اي نود متى تقدر تولد كهرباء للقلب تمام خلل بالمولدة نفسها أو أكو خلل بالوايرات بالكوندكتنج تمام يا أما اكو خلل بالجنريشن بالتوليد يا أما اكو خلل بالكوندكتنج بالتوصيل وهذا هو سبب الأراثمية فإذن سبب الأراثمية سبب عدم انتظام ضربات القلب كميكانزم من أساسه عرفنا إلى سببين يا أما خلل بالجنريشن بالتوليد أو يا أما خلل بالكوندكتنج خلل بالمولد او خلل بالوعيرات شلون كاتبنا ياها انه الميكانيزم اوف كاردياك اريثمية تصير بشغلتين يا اما abnormal impulse generation الجنريشن التوليد اللي هو المولدة بها خلل ده تولد كهرباء زيادة مثلا او ده تولد كهرباء قليلة او ده تولد كهرباء بشكل مخربط فاكو abnormal بالجنريشن والنقطة الثانية abnormal بالconduction abnormal بالتوصيل مثلا اكو block اكو انسداد بالتوصيل اكو conduction block heart block او اكو re-entry تمام هاي الاسباب التي تنحفظ اهنا abnormal impulse generation الabnormal impulse generation اكو خلل بالتوليد يا اما اكو enhanced automaticity او triggered automaticity او abnormal automaticity حفظه بس اللي بالاخضر وحتى هي اصلا ما تيجي يعني بس هي شي حتى نعرفها وهنا هذا المخطط موضح لياها انه هنا انا automaticity اكو enhanced automaticity واكو abnormal automaticity اكو triggered automaticity او triggered activity واكو re-entry هاي هي الاسباب مال الارثمية طبعا اكرروا اعيد الميكانيزم مال كاردياك ارثمية كل شي ما يجي منعدها هاي السلايدي بس حتى نفتهم انه والفكرة المهمة انه شلون ده يصير الارثمية يا اما خلل بالجينيريشن يا اما اكو خلل بالكوندكتنج وخلاص هسه بعد ما خلصنا بداية عرفنا شنو هي الارثمية تمام كأنترو دكشن وعرفنا الاكشن بوتينشيال وعرفنا الميكانيزم شلون ده تصير هسه راح نجي للتريتمنت treatment of cardiac ارثمية احنا مو كل تريتمنت يعني الا pharmacological الا ادوية لا اكو non pharmacological treatment يعني ممكن اكو اشياء ثانية نمنع بيها الارثمية نمنع بيها عدم انتظام ضربات القلب فعندي التريتمنت هو على نوعين non pharmacological treatment ما راح نتعمق بيه راح نحتي بيش كم نقطة بس والpharmacological treatment هو اللي راح نكمل بيه هاي المحاضرة وأطبعاً حاقسمها بارتين لأنها تكون طويلة زيد فـNon-pharmacological treatment مثلاً Achute Vagal Maneuvers شنو؟ Achute Vagal Maneuvers خلي نشوفها على هاي الصورة طبعاً هي بها عدة طرق عدة منوبرس بس احنا اختارت هاي المانوبرس حتى نوضحها باعوا هذا شخص وأكو جوه هذا الهارت ريت تشوفون الهارت ريت هنا اكو بتكيكاردية صاير أريثمية أكو عدم انتظام ضربات القلب بعدين هنا آخر شيء بالنقطة أربعة النبض انتظام وصار نورمال هارت ريثم تمام شون انتظام سوينا هاي الفالزالفا منوفر يسموه هنا يسموها الفالزالفا منوفر اللي هي أكيود فيقل منوفر زو واحدة من الأكيود فيقل منوفر يسموها الفالزالفا منوفر أول شيء هاي الطريقة طبعا الفيسيولوجي ما أخذيها مسرها عيدة هنا وحتنعاد أكيد بالمراحل الجاية ما مطلوب الشرح مالتها بس حتى توضح أنه بالبداية يعني زفير كامل بس بدون ما تستخدم القوة بالزفير تمام بعدين تسد خشمك وحلقك وتحاول تاخذ نفس لمدة عشر ثواني وانت ساد خشمك وحلقك بهاي الحالة يعني هو الفيغل تون حتشتغل وحيقل حيشتغل وحيرجع النبض للطبيعي تمام هذا هو المانوفر زين دي سي كارديو فيرجن اللي هو الدي سي تمام الصدمة التيار المستمر أو الدياركت البروفيلاكسي الريديو فريكوينسي أبليشن الأبليشن اللي هو هنا يستخدمون ترددات راديوية إمبلانتيشن ديفيبريليتر وإمبلانتيشن أوف أرتريال قيس ميكر زين دكتور ما افتهمنا شنو هاي النقاط أول شيء أهم وحده نفتهمه هي الأكيوت فيغل ما نوفر افتهمناها الدي سي اللي هو الدي سي كلنا نعرفه تمام المهمات أنا ذني الاثنين واللي هنا أكثر شي طاشات يعني إمبلانتيشن أوف ديفيبريليتر ديفيبريليتر يعني هو مشصير فبريليشن ارتجاف بالبطين أو ارتجاف بالأوذين ارتجاف البطين هذا يعني لايب نظام فالجهاز يزرعو له إمبلانتيشن يزرعو له بالقلب جهاز يزيل الرجافان تمام أو إمبلانتيشن أوف أرتفشر أموذيشن ممكن شخص مثلين اموذيشن صناعية تمام تمام هاي كل هنون pharmacological treatment انعالج بيها الاريثمية هاي كلها متهمني انا ولا تجي اصلا او ممكن يعني ما اجسم عليها بس يعني مو مهمة المهمة اللي هي الpharmacological treatment اللي هي الanti-arrhythmic drugs منها ومنها الدقيقة تبدي المحاضرة الفعلية واللي تجي من عندها MCQ الanti-arrhythmic drugs اللي هي الpharmacological treatment ما الاريثمية واللي هو الهدف اللي دخلنا من خلاله حتى ندرس هاي المحاضرة هس يلا وصلنا له بعد ما افتهمنا شنو هي الاريثمية وعرفنا الaction potential mal cardiac muscle عرفنا الميكانزم شلون الصير الاريثمية عرفنا النور pharmacological treatment وصلنا لهدفنا اللي هو الanti-arrhythmic drugs طبعا الanti-arrhythmic drugs مثل ما قلت لكم classification راح يصنفوها الى 4 مجامع او ممكن 5 حسب الفون ويليامز classification عالم اسمه فون ويليامز classification صنف الأدوية الى 5 مجامع class 1 class 2 class 3 class 4 و others تمام اذا انا متكررة كليتها 3 المفروض 3 4 5 سوري انا اعدلها يعني بالملف من ترفع زين الclass 1 اللي هي sodium channel blockers تمام زين class 2 اللي هي beta blockers class 3 potassium channel blocker و class 4 calcium channel blocker و others ال others هس راح نعرفهم لي هم الادينوسين والديجوكسين تمام تمام زين هذول الادوية حفظ لا مو حفظ ليش يعني احنا فتهمناهم من الaction potential نسد الصوديوم channel اللي هي اول مرحلة تمام صوديوم channel blocker هاي class 1 هاي لازم تحفظ حفظ مهمة اللي class 1 هي sodium channel blocker class 2 اللي هي beta blocker تمام class 3 potassium channel blocker و class 4 اللي هي calcium channel blocker تمام قبل ما ابلش السهلات واللي ما اخذيهم من هم الماخذيهم هم اللي هم الـ class 2 اللي هم الـ beta blockers اللي هم ينتهون بالمقطع all all ethanol all propanol all و small all هذول الكل يتم اخذيهم اصلا من الـ A&S من الفصل الاول فهذول الـ beta blocker يعني حتى دراستنا عليهم هتكون بشكل مختصر جدا يعني احنا ما اخذيهم هذول الـ class 2 اللي هم الـ beta blocker زين class 4 ايضا الـ calcium channel blocker ما اخذيهم بالـ antihypertensive drugs بأدوية الضغط فأيضا الدراسة مالتهم هتكون جدا بسيطة اللي هم الـ virapamil والدلتيازم تمام الـ virapamil والدلتيازم هذول الـ class 4 اللي هم الـ calcium channel blockers الـ others اللي هم منهم الـ others اللي هم ادينوسين ودايجوكسين سهلين تمام ادينوسين ودايجوكسين بقالنا منه بقالنا class 1 وclass 3 هس راح ناخذهم class 1 بنفسه يقسمون class 1A وclass 1B وclass 1C يتقسم الى 3 فروع class 1A class 1B class 1C كل قسم بمجموعة من الأدوية لازم تحفظ جدا مهمة واني نسوي عليها يعني هي جي نيمونيك بسيطة نبلش بclass 1A class 1A لازم نيمونيك مالته انه هو هرم queen keen هرم queen keen شنو يعني هرم queen keen دايزو بيرامد تمام وبرو كاينمايت وكويندين يعني شنو دايزو بيرامد هذا البيرامد اللي هو هرم تمام دايزو بيرامد تمام أو بايراميد تمام وبرو كاينمايت تمام هذا الكاين اللي ملونها بالأحمر ولكويندين كوين تمام؟ فهذه مختصر حتى نحفظها زين الكلاس 1b مختصرة أو النيموني كانت مكسيكينوس ألي هي السيدة المكسيكية لائدو كاين والمكسيكين مكسيكين تمام؟ مكسيكية سيدة مكسيكية هذا الكلاس 1c الي هو fle comfortable يعني بيها حرف الف يعني نقدر نختصرها بس حرف الف بدون هذه اللي هي deliconide تمام bring البżej في نون تمام تمام فإذن هسه كلاس وان وكلاس تو وكلاس فور والأدرس خلصة تبقى كلاس ثري كلاس ثري هم البوتاسيوم تشانل بلوكرز البوتاسيوم تشانل بلوكر ما بيهم أي مختصر لازم نحفظهم وهم سهلين أميو دارون وسوتالول سوتالول هذا يعني لا تخربطون بينه وبين البيتا بلوكر سوتالول وأميو دارون تمام أميو دارون وسوتالول زين هذولة لأهميتهم رح أعيدهم مرة ثانية إحنا هسه دخلنا على الانتياريذميك دراكس تماما عيدها مننا الانتياريذميك دراكس اللي هم الفارماكولوجيكال تريتمينت قلنا صنفهم عالم اسمه فون ويليامس كلاسيفيكيشن صنفهم إلى خمسمة جامع كلاس وان كلاس تو كلاس ثري كلاس فور وأدرس كلاس وان صوديوم تشانل بلوكر كلاس تو بيتا بلوكر كلاس ثري بوتاسيوم تشانل بلوكر وكلاس فور تاليسيوم تشانل بلوكر وقلنا ذول الأربع احنا ما حافظينهم احنا نفتهميهم من الاكشين بوتينشيال زين والأذرز اللي هم الأدينوسين والدايجوكسين تمام الكلاس تو اللي هم البيتا بلوكر احنا حافظيهم من الفصل الأول اللي هم أتي نولول بروبانولول واسمولول تمام الكلاس وان اللي هم الصوديوم تشانل بلوكر قلنا كلاس وان يتقسم إلى كلاس وان اي كلاس وان بي وكلاس 1C السي بهم حرف الـ F تريدون تحفظهم هيكي فليكينايت والبروبافينون وذول المكسيكي الليدي اللي هما اللايدوكاين والمكسيلوتين تمام والكلاس 1A اللي هما هارام كوين كين هارام اللي هما دايزو بيرامايت والبرو كاينامايت والكويندين تمام كلاس 3 اللي هما البوتاسيوم اللي هما الاميودارون والسوتالول الكلاس 4 اللي ماخذيهم بالأنتي هايبرتينس في دراج اللي هما الكاليسيوم تشانل بلوكرز اللي هما الفيراباميل والدلتيازم تمام تمام حس رح ندخل ندرسهم وحدة وحدة انا بهاي المحاضرة رح ادرس بس كلاس 1 اللي هما الصوديوم تشانل بلوكرز واتوقف بالبارت الثاني اكمل كلاس 2 و 3 و 4 والأذرز تمام دي المحاضرة جدا طويلة فسوديوم تشانل ال BLOCKERS اللي هما الكلاس 1 من يسمهم صوديوم تشانل بلوكر يعني ش راح يستدون بلوك الصوديوم تشانل فمن يستدون الصوديوم تشانل if anyone Rutte the phase 0 of the action potential وبالتالي رح يقللون rate of depolarization شنو معناه هذا الحتشي هذا الحتشي يميل لليمنة ليش لان رح تنسد القنوات فيصير P-Slope to the right أو Shift to the right تمام؟ يعني يميل لليمنة هذا بالface 0 هذا الـ Sodium Channel Blocker زيان مثل ما قلنا بلوك الصوديوم Channel رح تبطء الفيس 0 تمام وبالتالي تقلل rate of depolarization وتقلل الـ Conduction Velocity وتقلل الـ Excitability فبالتالي انا قللت الكوندكشن فيلوسيتي قللت الاجزايتابولتي ومن قللت الكوندكشن فيلوسيتي والاجزايتابولتي معناتها عالجت الاريزمية تمام تمام ايضا يقللون الريت اوف ديس شارج ويشتغلون ستيت ديبندنت وهاي ستيت ديبندنت جدا مهمة شنو يعني ستيت ديبندنت يعني ذولة الادوية اللي هما الصوديوم تشانل بلوكرز رح يروحون يسدون بالتحديد قنوات الصوديوم اللي تشتغل بسرعة يعني اللي هي اكتف اللي تشتغل بنشاط اللي تشتغل بسرعة رح يروحون يسدوها فيسموها ستيت ديبندنت يعني تعتمد على حالة قنوات الصوديوم يعني قنوات رح يسدون اللي هي تشتغل بسرعة فهما سيلكتفلي ديبريس تشيو ذات is frequently depolarized يعني رح يروحون يسدون او يثبطون ديبريس القنوات الصوديوم اللي هي frequently depolarized يصر بيها depolarization بسرعة تمام فمعناتها state dependent تمام تمام اعيد الصوديوم channel blocker كميكانزم أوف اكشن وطبعا هي مو مهمة يما يركزون عليها الدكاترة بالاسئلة الصوديوم channel blockers اللي هي لكلاس 1 قلنا صيد قنوات الصوديوم فتقلل الفيس 0 او تبطأ الفيس 0 تقلل ال rate of depolarization وتقلل ال conduction velocity وتقلل ال excitability تمام تقلل ال rate of discharge وقلنا هي تشتغل حسب ال state dependent state dependent مثل ما قلنا يعني حتوقف قنوات الصوديوم اللي تشتغل depolarization بشكل كثيف يعني العمال المجدين قلوات الصوديوم المجدة راح توقفها زين قسمناهم الى ثلاثة اللي هما الكلاس وان كلاس وان اي وكلاس وان بي وكلاس وان سي كل واحد حنشوف شلون يشتغل وحنسوي مقارنة بياناتهم اول شي اسماء الادوية احنا ما اخذيهم اللي هما queen وكين وهرم كويندين الكين اللي هو برو كاينامايد تمام والبايرامايد اللي هو الدايس وبايرامايد تمام هاي اسماء الادوية احنا حافظيهم من النيمونيك بالسلايد اللي اخذناه سابقا تمام شي يسدون يسدون الصوديوم channel بانترميديت ديوريشن شنو يعني انترميديت ديوريشن كفكرة اقوى اقوى كلاس من ذول الكلاثة هو كلاس سي تمام هذا يسد لlong duration يعني يبقي قنوات الصوديوم مزدودة لفترة طويلة long duration فهذا اقوى واحد من عدوهم فاذا سأل ياه هو اقوى واحد هو كلاس سي تمام كلاس وان سي هو اقوى واحد زين الانترميديت ديوريشن يعني هذا نص ونص يسدهم بس مو الفترة طويلة اضعف واحد بيهم اللي هو كلاس وان بي تمام اللي هو يسدها لشورت ديوريشن فترة قصيرة ويفتحها فاذا من حيث القوة اقوى واحد كلاس وان سي يسدها لlong duration على حد كلاس وان اي تمام انترميديت ديوريشن وراها كلاس وان بي اللي هو شورت ديوريشن اشلون نحفظها مختصر كاب سي اي بي يعني اقوى واحد السي على حد الاي على حد البي اللي هو اضعف واحد هاي مقارنة النقطة الثالية بالمقارنة واللي هي جدا جدا مهمة انه هذا شي سوي يزيد الاكشن بوتينشيال ديوريشن يعني يزيد مدة الاكشن بوتينشيال هذا كلاس وان اي هذا الميكانيزم ما الاكشن مالته يزيد الاكشن بوتينشيال ديوريشن اشلون هسه اشرحها زين الثاني يقلل الاكشن بوتينشيال ديوريشن تمام هذا الكلاس وان بي يقلل الاكشن بوتينشيال ديوريشن الثالث اللي هو السي نو افكت على الاكشن بوتينشيال ديوريشن فهذا صار عندي نقطتين مقارنة اول واحدة من حيث القوة تمام وثاني شغلة من حيث الأكشن بوتينشيال ديوريشن تمام تمام هسا خليني نقراهم بالتفصيل ونشرحهم زين كلاس 1A قلنا الأدوية مالته حافظيهم احنا كوين كين هرم تمام شون يشتغل بلوك السوديوم تشانل قلنا الانترميدياتي ديوريشن وايضا يسد البوتاسيوم تشانل شوية مرات يسد البوتاسيوم تشانل يعني شنو يعني باعوا باعوا هو مو سد السوديوم تشانل اذا تشوفون هذا الخط الأحمر من يسد السوديوم تشانل الديبولاريزيشن حيصير بي سلو حيبطي فراح يميل شوية لليمنة وايضا يقول شوية يسد البوتاسيوم تشانل يعني عدهم شوية نشاط على البوتاسيوم تشانل فذا تشوفون البوتاسيوم تشانل همات شوية تأخرت فاش راح يسوي يزيد الاكشن بوتينشيال ديوريشن عرفنا ليه زيد الاكشن بوتينشيال ديوريشن لانسد الطرفين منا ومنا اخرهم شوية تمام فزيد الأكشن بوتينشيال ديوريشن هذا لكلاس 1A زين كلاس 1B نعرف اللي هو المكسيكيا اللي هو المكسيليتين واللايدو كاين تمام هذا اللايدو كاين والمكسيليتين اضافه النوية هنا اثنين لازم نحفظهم اللي هم التوكاينيت والفينيتوين تمام هذول ايضا يعتبرون من كلاس 1B اللي ملونهم بالأحمر هم مجددين قلنا ذول يسدون الصوديوم تشينل لشورت ديوريشن no effect on conduction velocity in atria and atria ventricular node يعني شنو يعني ما رح يأثرون على ال conduction velocity ما الاتريا وما الAV node تمام هاي نقطة مهمة زين يقللون الaction potential duration ليش يقللون الaction potential duration لانه هم هيقللون الrepolarization لتشوفون الrepolarization الطبيعي هو هذا الخط الأزرق السواء لهم ذولة قللوا الخط الأحمر فهم سووا يقللون الaction potential duration هذول كلاس 1B زين كلاس 1C اللي هم جمعت بF اللي هم فليكي نايت والبروبا في نون ضافون ناويهم ويلف لكي نايت أخوه الثاني أخوه لفلي كي نايت اسمه انكي نايت انكي نايت تمام تمام هذول يسدون الصوديوم channel blocker لlong duration تمام وذول يقللون ال conduction velocity تمام القبل هم group B كانوا ما يأثرون على ال conduction velocity هذول لا يقللون ال conduction velocity وما يأثرون على ال action potential duration فإذن group C ما يأثر على ال action potential duration تمام تمام هسه رح ناخذ الأدوية اللي تخص class 1 احنا هسه عرفنا class 1 تمام اللي هو الصوديوم channel blocker وعرفنا به ثلاث أقسام class 1A وclass 1B وclass 1C وعرفنا كل واحد شنو شغله هسه رح نيجي نعيدهم بس كل واحد على أدويته مثلا class 1A رح ناخذ الأدوية اللي تخصها ونشوفه شون تشتغل وشو تعالج مثلا class 1A عندي ال quinidine تمام اللي هو كان queen في ال neemonic elevated sodium channel وأيضا يسد ال potasium channel عنده atroby like action والفا بلوكينج افكت فإذن هذا كل يتشغل الميكانيزم of action يسد ال sodium channel لأنه هو sodium channel blocker بالأساس وأيضا قلنا ذول class 1A يعدهم شوية مرات يسدون ال potasium channel لذلك هم يطولون ال action potential duration فهو أيضا يسد ال potasium channel عنده يشتغل مثل atroby atroby like action وأيضا ال action مالته على الهارت أكيد رح يشتغل كanti-arhythmic drag يقلل excitability يقلل conductivity يخلي refract repaired يصير طويلة ويقلل automaticity تمام فهو شون يعالج anti-arhythmic يقلل excitability والconductivity والautomaticity فهو موحفظ يعني بس نعرف انه هو anti-arhythmic drag تأثير الثاني على الهارت عنده inotropic effect تمام negative inotropic effect وأيضا يؤثر على ECG يطول الBR interval والQT interval ويطول الQRS interval ليش لأن الBR interval والQT interval والQRS complex هذن يتزامنا بنفس الوقت اللي يصير به depolarization وهو رح يسوي بلوك للصوديوم channel اللي هي مسؤول عن depolarization فراح يصير به استطالة يعني حيطول الBR interval والQT interval والQRS interval يعني موحفظ فهم من الAction Potential فإذن الQUnidine عرفنا Mechanism of Action عرفنا أول تأثير إليه على الهارت يشتغل Anti-Arythmic ويشتغل أيضا Negative Inotropic Effect ويؤثر على ECG Other Actions يعني عنده وظائف ثانية هذا الDrug الQUnidine هو يستخدم كAntimalarial Drug وأيضا Local Anesthetic Action وسkeletal Muscle Relaxant يعني مرخي للعضلات دول الملارية Malti طبعا هذا الدول ما يستخدمونه هواي بالAnti-Arythmic ليش لأنه هواية Side Effect وهذا تشوفون قدامكم أكو 6 Side Effect لهذا لDrugs اللي هي Cardiac Depression تمام Paradoxial Tachycardia يعني ممكن أن دا استخدمه ويقلب لي بتاكي كاردية يعني هو أنا جبته حتى عن طلع فرعون هو أيضا سوالي تاكي كاردية ممكن يعني Synchronism Synchronism يعني واحد عنده صداع يعني عنده طنين بالإذن الرؤية مالتم غوشة هاي السؤال اللي هي يسموه Synchronism اللي هي Headache Blurring of Vision Tinnitus و Diffenance Nausea و Vomiting يعني شكوا فهذا عرض مزعج يصير بهذا Synchronism تمام أيضا يصير عنده GIT Side Effect وخصوصا Diارية High Common Side Effect اللي هي الديارية وإيضا يصير عنده High Potential إذا نطينا الكوندين IV فلذلك Avoid IV نتجنب نطي الكوندين IV إذا نطينا لنسبب High Potential خفاض بالضغط وممكن يسبب كوندين Syncopy and Finting تمام تمام قبل ما أطلع من الكوندين أعرف أهم الشغلات علي أهم الشغلات علي أنه يشتغل يستد قنوات الصوديوم وقنوات البوتاسيوم وأيضا Alpha Blocker تمام فذين ثلاثة يسويهن زين زين وأيضا Atrophy Like Action هاي موما Atrophy Like Action زين هذا شغلة Mechanism of Action كشغل الشي رح يشتغل يا أما يشتغل على Heart يا أما Other Action على Heart عنده Negative Inotropic Effect ويطول ECG يطول PR Interval وQT Interval وQRS Interval وأيضا Anti-Arythmic اللي هو الشي اللي احنا دعنا درسه أما Others Action فهو ممكن يشتغل كلاوكال Anasidia Antimalaria وسكلة المصر للرياكسنت Side Effect ممكن يقلب لي بتاكي كارديا ممكن يسوي لي Synchopio Fainting ممكن يسبب لي Synchorism و Diary ك Common Side Effect وإذا أنطينا IV ممكن يسوي لي High Potension وأيضا Cardiac Depression تمام ثاني دوه اللي هو أسخلصنا الكوين هسا الكين ورى الكين الهرم اللي هو Pyramid تمام فنأخذ البرو Kinamide اللي هو أيضا كلاس 1A هذا نفس الكوينيدين بس ما عنده Anticholinergic Alpha Adrenaline Subter Blocker Activity يعني هذا ما يسد Alpha Adrenaline Subter Blocking تذكرون الكوينيدين كان يسد Alpha Blocker تمام وحده من الميكانيزم هذا ما عنده Alpha Blocker تمام هذا فرقه عنه تمام وهذا ما استخدمه يعني استخدامه جدا نادر هذا البرو كونيدين يعني وحده من Side Effect مالته أنه يسبب لي Systemic Lobos Erythromatosis يعني أعراض تشبه ذا الذئب الإحمراري تمام فrarely used هذا البرو Kinamide تمام تمام الDyzo Pyramide اللي هو الهرم هذا همات كلاس 1A طبعا هذا يشبه الكونيدين بس عنده ماركد Anticholinergic Effect وعنده أيضا Negative Inotropic Effect يعني هذا Negative Inotropic Effect مالته والAlpha Anticholinergic Effect مالته أقوى من الكونيدين Side Effect مالته Glucoma وبرو Static Hyperplasia زين هسا خلصنا كلاس 1A رح ندخل على كلاس 1B كلاس 1B أول شي بيها كم معلومة رح أنطيها قبل كل شي كلاس 1B بيها كم معلومة قبل ما أخذ كل شي عنها رح أنطيها اللي هي ممكن تيجي عليها اللي هي أهم شي بعدين نرجع الأشياء اللي مهمة أول شي الشخص مثلا عنده Supraventricular Arrhythmia مثلا يعني شنو Supraventricular Arrhythmia Arrhythmia يعني مثلا عنده عدم انتظام ضربات القلب Supraventricular يعني عنده مثلا Tachycardia Supraventricular يعني Fogel Ventricle يعني وين بالأترية يعني مثلا عنده Atrial Flutter عفوا Atrial Fibrillation Atrial Flutter Supraventricular Tachycardia كل يتنذني ما يصير أستخدمهن ما يفيد فإذن هذا Class 1B غير فعال في علاج Supraventricular Arrhythmia هاي أول معلومة لازم أعرفها فهم In Effective In Supraventricular Arrhythmia يعني Atrial Fibrillation والأتريال Flutter والSupraventricular Tachycardia ما يستجيبون للكلاس 1B إذا عالجتهم بأي درق من الكلاس 1B ما رح يستجيبون هذا الكلاس 1B وين يفيدني؟ باعوا يفيدني بالMyocardial Ischemia وبالDigitalist Toxicity يعني إذا تشوفون هنا بالDrug of Choice بالأكيوت Myocardial Infarction يعني إذا واحد عندي Acute Myocardial Infarction أو Ischemic Heart Disease اللي هو مثلا Myocardial Ischemia أو Digitalist Toxicity أختار Class 1B اللي هو يعتبر Drug of Choice تمام ويننطي Parenterally Only يعني ما أقدر نطي عن طريق Orally أو Intrally ليش؟ لأن هذا Extensive Hypotic Metabolism يعني إذا راح للLiver تمام وبعدين الله يرجع للCirculation حيتكسر ما راح يوصل غير جزء من عنده شوية فما يصير يعني Anti-Orally Anti-Barenterally تمام Only حتى أضمن أنه يوصل بالشكل الكافي هذا Lidokine تمام تمام أيضا يسد Sodium Channel وممكن Activate Potassium Channel ما عنده تأثير على AV Node وهذه الثلاث ملاحظات ذكرناها اللي هي أهم شيء فإذن الليدوكاين اللي هو Class 1B أهم شيء عليها هو ذني لثلاث ملاحظات اللي هو غير فعال في علاج Subra-Ventricular Arrhythmia أي Subra-Ventricular Arrhythmia أي مشكلة يعني بالأتريام ما راح يقدر يعالجها ليش يعني يعني Subra-Ventricular يعني أي شيء فوق الـ Ventricle يعني الأرذمية اللي يصير بالأتريام Atrial Flutter Atrial Fibrillation Subra-Ventricular Tachycardia ما راح يقدر يعالجها إذن شنو يعالج لعد هذا يعالج Acute Myocardial Infarction ويعالج Myocardial Ischemia والDigitalis Toxicity ذنية لثلاث شغلات شون أنطي أنطي بارينترالي فقط ليش لأن إذا أنطيته أورالي من حيروح للليفر حيتكسر يصير Extensive Hypotic Metabolism زين الأكشن ما راح يشتغل على الهارت وأيضا عنده أذر أكشن على الهارت أنتي أريثميك حالة حال الكويندين ما راح عيدهم أنه يقلل والكوندكتيفتي والرفراكتري حيستخدم كـ Local Anesthetics تمام؟ تمام مخدر موضعي كـ Uses قلنا هو Drug of Choice بالأكيوت Myocardial Infarction وهي MCQ مهمة إذا أكيوت Myocardial Infarction ياد هو أختار أختار الليدوكاين اللي هو Class 1B تمام؟ تمام وإضا هو يوسفل بالVentricular Arrhythmia باعوا الأرثمية اللي يصير بالVentricular هو يعالجها مثلا بالDigoxin Toxicity بينما إذا بالأترية ما يعالجها التوكسيسيتي مالتا يعني side effect مالتا حتصير بالCNS بارستيزيا تنميل أو خدر دراوزينس اللي هو النعاس والترمرز تمام؟ تمام؟ هاي side effect مالتا هنا فد ملاحظات عليه أنه No 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 Atrophy Like Effect No Effect On Contractility No Effect على الSA Node وعنده شوية تأثير على الAV Node وNo Effect على Blood Brudger هاي تأثيرات مالتا يعني لا يأثر لا عند Atrophy Like Effect ولا يأثر على الContractility ولا يأثر على الSA Node ولا يأثر على الBlood Pressure فهو مسالم بهذه الحالات هذا الكلاس 1B اللي هو الليدو كاين تمام؟ الثاني اللي هو الميكسلتين تمام؟ والتوكانايد تمام؟ أيضا هم ذول الكلاس 1B هذول ينطون أورالي ويستخدمون في electronic treatment of ventricular arrhythmia of previous myocardial infarction يعني شنو؟ هذول أول شي ينطون أورالي عكس الليدو كاين الليدو كاين كان ينطي parentally ليش لأن عنده extensive heibatic metabolism هذول الاثنين الميكسلتين والتوكونايد أقدر أمطيهم أورالي ويستخدمون في علاجي chronic ventricular arrhythmia يعني فت ventricular arrhythmia مزمنة وراء جت بعد infarction تمام؟ بعد myocardial infarction أقدر أعالجها بالميكسلتين أو التوكونايد تمام؟ تمام؟ والتوكونايد ممكن يسبب pulmonary toxicity يعني عنده side effect على lungs تمام؟ تمام؟ آخر دوة من اللي class 1B اللي هو finitoin هذا يستخدم بالdigitalis toxicity ما أخذينا أيضا سابقا هذا finitoin يستخدم بالdigitalis toxicity اللي class 1C اللي هو آخر شي رح أختم به البارتي الأول من المحاضرة اللي هما بهم حرف F اللي class 1C اللي هما الفلي والفينون تمام؟ أوبرا فينون الفلكينايد تمام؟ فلكينايد شلون يشتغل؟ باعوا الفلكينايد هذا اللي حاجي كليته ما أحتاجه أحتاج أذكر شغلة واحدة إنه الفلكينايد هو class 1C من أذكر إنه class 1C أذكر إنه class 1C كان أقوى واحد إذا تذكرون من رتبناهم من الأقوى class 1C كان أقوى واحد cap حتى خليناه CAB فهو أقوى واحد فهو إذا أجي على الأكشن مالته فهو يسد قنوات الصوديوم بس شلون يسدها market block يعني فد غلق محكم يعني فد لفترة طويلة market block للصوديوم channel وأيضا رح يقلل الإكزايتابوليتي والكوندكتيفتي بشكل قوي ماركدلي تمام؟ وهو high potency and selectivity شوفوا هو أقوى واحد وأكثر واحد عنده selectivity وعنده slow dissociation of the drug from the sodium channel يعني حيشتغل لفترة طويلة يعني يتأخر يلا يترك قنوات الصوديوم تمام؟ فبكل شي قوي فهي الملاحظتين خلصناها على أساس أنه الفلكينايد هو أقوى واحد بيهم ليش؟ لأنه هو class 1C طبعا الclass 1C يستخدم في علاج الفنتريكولار أريثمية اللي تكون خطيرة جدا وغيرها ما أستخدمه إن ستستخدم الفلكينايد ليش؟ لأن الفلكينايد الفلكينايد ممكن هو يكون pro-arythmogenic يعني جبته عون حتى يعالج لمشكلة طلع هو فرعون هو سوالي المشكلة يعني هذا لأنه جدا قوي تمام؟ إذا تذكرون كاتب لي هنا class 1C هو عبارة عن شنو serious toxicity يعني عنده side effect جدا خطيرة فما أستخدمه فقط بحالة وحدة فقط بالفنتريكولار أريثمية فقط بالفنتريكولار أريثمية اللي تكون life threatening مهددة للحياة اللي نواصل موت يلا أقدر أستخدم هذا الدول الفلكينايد ليش؟ يعني هو وحدة من side effect مالت برو أريثموجينيك يعني هو حيسوي لي أريثمية يزيد المورتاليتي يزيد الوفيات يسوي AV block ويسوي heart failure فلذلك كاتب لكم أنه restricted to case not responding to other drugs يعني إذا كل الأدوية مشتغلت يلا أجي أستخدم هذا الفلكينايد تمام؟ تمام وخلوا ببالكم معلومة هنا ذكركم ياها بالأخير مذاكرها الدكتور أنه وين contraindication هذا الدراج contraindication بالإسكيميك heart disease وبالبوست myocardial infarction فإذن الفلكينايد هو contraindication بحالتين بالإسكيميك heart disease وبالبوست amai بالبوست myocardial infarction وقلنا نستخدمه فقط إذا كل الأدوية مشتغلت هذا الفلكينايد اللي هو الكلاس 1C اللي أقوى واحد بيهم زين لهنا خلصة محاضرتنا حتين بيها الأرضمية بالبداية شنو هي الأرضمية وعرفناها حتين شلون الaction potential اللي يصير عرفنا فكرة الأدوية عرفنا mechanism of arithmetic وأخذنا الclasses مع الأدوية تمام حسب تصنيف العالم فون وليامز classification بعدين درستنا الclass 1 بكل تقسيمات class 1A class 1B وclass 1C بقانة الclass 2 وclass 3 وclass 4 والأدرز إن شاء الله راح أحجيهم بالبارت الثاني إلى اللقاء